اشتركوا في القناة امن له ابسط حقوق العيش مثل اي مواطن باي دولة بالعالم مشان هيك ما بقى عنده خيار الى الهجرة لوين مطرح مربنا بيلهمه وبيرزقه تيفتش على مستقبله ومستقبل ولاده تيعيش بكرامة من بعد ما سرقه منه كل شي حتى كرمته بحلقتنا للليلة بنا رحب بي اتجارتا بتصاحب شركة لمعاملات الهجرة أهلا وسهلا فيك وايضا بنا رحب بي فانسا أبيعاد يلي هي صبية مع الهجرة ومقررة انه تفل وتشوف مستقبله بره وايضا بي لا يا جعجع يلي مقررة انه تبقى بلبنان وتستثمر وتضحي بالفترة المقبلة بداية بدنا كمان نرحب عبر سكايب بالعالمية داليدا معيك يلي هي مزيعة بإزاعة صوت الغد سدني لحتى شوي نحكي أكتر عن الهجرة لأستراليا اليوم وموقف الجالية بكل شي عم بيصير مساء الخير داليدا تحياتي لألاك جاري تحياتي لكل الضيوف اللي موجودين تحياتي لكل اللي عم بيشوفونا من أستراليا أهلا وفهلا فيك داليدا خبرنا شوي أدي عم تلاحظوا في ازدياد بعدد الأشخاص اللي عم بيهجرة أستراليا اليوم نعم طبعا الأحصاءات اللي عم تكون أكيد العدد كتير كبير اليوم وخاصة بالقاوين الأخيرة هلأ من سنتين تقريبا كانت شوي الأمور أكتر يمكن هلأ بسبب كوفيد-19 يمكن لأنه كان في شروط لازم تكون موجودة عند أي مهاجر على على أستراليا تحديدا اليوم أستراليا بيهم كتير المزدائية بأي شخص عن جد هو يناوي أنه يهاجر على أراضيه بأي معلومة عم بيحطها على الملف عنده ليقدمها أكيد لازم يكون في عنده المزدائية يعني أنه دائما دائما تتحقق من كل معلومة من أي معلومة وهذا شيء مثل ما كلنا بنعرف أنه فيه نقاط وعلامات بتوضع طبعا المسؤولين المسؤولين عن الهجرة خليني يقول شغلة كتير مهمة ونوه فيها أنه اليوم بأيلول المقبل رح يكون فيه مثل ما عرفنا بالمعلومات ما بفق إذا رح ترجع تتغير لأنه نحن هل رجعنا للأغلاق التام تقريبا بأستراليا لأنه رجع لعن الكورونا فيروس يعني للأسف من بعد فترة كتير طويلة رجع ما بفق إذا رح ترجع تتغير القوانين بأعتقد بأيلول رح يكون فيه قبول للطلبات من الطلاب اللي بدون يسافروا على أستراليا يكافوا علمهم هنا تقريبا مش بس بلبنان طب أكيد من كافة أنحاء العالم دريدة الجالية شو ما قفها بيالي عم بيصير باللبنان اليوم يعني اللبنانيين العايشين هنيك أدعم يقدروا يساعدوا شو ما قفهم بكل شيء أحداث عم بيصير عنه نعم نعم الجالية نحن بعاد بعاد بالمستفات بس عن جد نحن أقرابة كثير من لبنان بحكم شغلة بالمجال الأعلامة أكيد هذا بيخليني يكون يمكن أحتك أكتر بالجالية أو بالمستمعين أو بالأشخاص اللي بتابعوني عبر صفحتي الرسمية للأسف نحن من نام زعلانين ومن فرق زعلانين قلبنا مع اللبنان ونعرف قداش لبنان اليوم عم يمرق بوقت كثير كثير صعب لأنه يمكن بالحرب بالسابق كنا نعرف أنه عم يمرق بوقت كثير صعب بس ما كنا عارفين أنه ممكن تكون الحرب هي داخلية يعني من أعداء الداخل للأسف خليني أقول أنه المسؤولين عنا بلبنان سمعتهم بالعالم كله للأسف صارت بشعة كثير 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 من خلال يمكن تصرفاتهم ما بدنا نحكي بالقاوينة هلأ من ثلاثين سنة لهلأ كل هالأمور عم تتراكم عم تتراكم عم تتراكم وشو عم نفرج العالم لبنان هو بلد الحضارة ولكن للأسف يلي موجودين بلبنان هني بعيدين كل البعد عن الحضارة أكيد عم بحكي عن المسؤولين عن القيمين على لبنان هون بالجلالية أكيد في زعل كتير كبير على يلي عم بيصير بلبنان في غضب كتير لأنه مش مقبول يلي عم بيصير بلبنان خلينا نحكي أبسط شي مقومات العيش مش موجودة بلبنان لأي مواطن لبناني إذا بدي أعمل مقارنة في ناس أولئية دالي دا متعمني مقارنة بين لبنان وأستراليا لأنه أستراليا دولة متحضرة بس نحنا لبنان فينا نكون متحضرين نحنا لبنان لو في عنا مسؤولين بالفعل بيحملوا مسؤولية وقدرين أنه يكونوا موجودين بكل ثقة بالحكم على جميع الأصعاد في عنا لبنان متحضر وفي عنا شخص قادر يتلقى المقومات المناسبة برأيك فات الأوان دالي دا لأنه أنت عايش بره وبتشوف بره الحكام كيف يتصرفوا مع شعبهم برأيك بعد عنا مجال ولا صار الفساد للعظم لدرجة أنه يمكن تأخرنا كتير لا بدي ألك شغلة ما تأخرنا بدأ نعطي أمل وجرعة أمل للناس بتعرف في شغلة صغيرة لو مبلشين فيها من 30 سنة لأهلأ مثل ما أنا بشوفهم بأستراليا كلمة المحاسبة المحاسبة كتير مهمة للمسؤول نحنا اليوم لما عم نعطي صوتنا لأي مسؤول إذا بالمقابل عن جد مش بالنهاية يخدم المواطن لأنه هو مسؤول عن المواطن وإذا ما في محاسبة لهالأمور أكيد رح تتراكم الأمور هون بأستراليا خليني أخبرك في مسؤول بأستراليا ارتشى بأمين تبيت بـ 200 دولار تحاسب على هالموضوع واستقال وطبعا كافة محاسبة نحنا لو نتعلم نحاسب المسؤول الشعب هو يحاسب المسؤول استدقني ما كنا وصلنا لهون بس كمان الأحزاب في رقيه هون في عنا أحزاب كتير في رقيه بالتعامل بين بعضهم ما في عنا قضايا مش كل حزب عنده قضية جاي يعمل قضية قضيته كل حزب بأستراليا هو الإنسان الأسترالي المواطن الأسترالي نحنا عنا كل الأحزاب كل حزب عنده قضية ما بعض تسقط كل القضايا عند إنسانية الإنسان وين بعد في عنا اليوم حزب يحكي بـ المواطن اللبناني كل واحد عنده قضية عنا محاور نحنا منحترم طبعا كل الأشارقاء العربي ومنحترم كل الدول بس أول شيร ¿عليك أن تكون لبنانيا قبل أن تكون عربيا وقبل أن تكون كمان إذا بدك تروح إلى محور غربي بس للأسف نحن عم يتغلب العلم الحزبي على العلم اللبناني وهذا الغلط وهذا الغلط عندنا في اللبنان أنا طبعا خليني نقل الصرخة من هون أكيد في وجع كتير من أستراليا للبنان شو عم بيصير في اللبنان مش مقبول مش مقبول يعني خلينا نقول حقوق الإنسان مش موجودة ما بعف إذا هذه الصرخة رح توصل وقريبة رح يكون في تحرك وإن شاء الله يكون في تحرك مش بس على سعيد أستراليا على سعيد العالم كله كل الجاليات اللبنانية تتحرك بكاف الدول وينما كانوا موجودين علينا أن نعطي الدعم المعنوي للمواطن اللبناني ليظل موجود على الأراضي اللبنانية شو يالي عم بتحضره تحديدا وقد صرتوا بيعطين مساعدات كمان ونعرف على لبنان في كتير مساعدات عم توصل على لبنان وفي مساعدات للأسف مش عم توصل على لبنان يعني في كتير أشخاص بيحكوني لسبب أنه يا عم تروح على غير دول يعني في ملف للأسف كان في مواطن بيسمعني حكياني قالي داليدا في شركة كتير مهمة هون باستراليا جربت تبعت أدوية للأسف راحت على سوريا البهد منه راحوا على العراق بدنا نعرف ليش هلا أنا ما كنت موجودة بالإزاعة حتى أرجع كفت في هيدا الملف لأنه أنا على أخذ فرصة فرصة الأمومة فأخذتها شوية مطولة مقدرت باستباع الموضوع مرسي تانكيو ففي أمور عم بتصير يعني الأمور ما عم تكون مظبوطة بدنا نشوف من وين عم بيصير في مواد عم توصل على أستراليا تباع هون بالمحلات بأستراليا مكتوب علي وزارة التجارة والاقتصاد تب معقول يعني هيدا الفيديو اللي نزلته على صفحته من مالبن وحتى طلبنا من المواطن يروح كان من محل أفغاني فهيدا كمان مش مسموح ما في رقابة يعني ما في رقابة من لبنان كيف عم توصل البداعة لهون هيدا نحن هون عايشين بألف خير المواطن اللبناني بحاجة للمواد المدعومة مش نحن نحن اللي بدنا نساعد المواطن اللبناني يعني للأسف لما شفت حدا رجل عمره خمسين سنة عم يدفع بسيارته ليوصل لعب بنزين هيدا مزل جدا هالصورة هيدا هيدا المسن هالرجل المسن لازم يكون يكون في عنده حقوق أبسط الحقوق لما بشوف أنه تتلفو أكتر من عشرين ألف طان من الحليب بوقت اللي الطفل اللبناني بيحاجة لها الحليب هيدا صورة أخرى من البشاعة ومن الإزلال فيها حقوق الإنسان كمان غير موجودة بلبنان لما بشوف ولما بسمع وبقرأ خبر أنه كمان مواطن لبناني عمره ستين سنة يجرى له عملية مش موجود بنش وبيموت تحت العملية كمان هيدا صورة معيبة جدا وطبعا مش حق لا على المستشفى ولا حق على الدكتور كلهم كل هالطاقم أوصلنا لهون تركوا مات من ثلاثين سنة إلى هلأ وما حدا عمل شي ما حدا يقول زعيمي أحلى من زعيمك لو زعيمي أحلى من زعيمك كان لبنان بألف خير كان لبنان بألف خير أكيد أنا ضد الهجرة أنا جيت لهون لأنه تعرفت على جوزة وجيت لهون بس أنا أكيد بسعل على الشباب اللبناني أنه يسافر وبتعرف قداش في عنا نحنا لبنانية رفعوا اسم لبنان ببلاد الاختراب يعني نحنا مين عم بيروح من عنا عم بيروح من عنا الشباب الأسكياء الشباب اللي قادرين يكونوا بالحكم اللي قادرين يكونوا بالسياسة اللي قادرين يكونوا بالاجتماعيات اللي قادرين يكونوا وينما كان ويقدروا يرفعوا اسم لبنان داخل لبنان فأنا صرخت بوجهها لكل اللبنانية الانتخابات جاية بتمنى عليكم طوعوا بتمنى عليكم طوعوا لأنه صدقوني 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 كل هالطأم اللي شفناه نحن من 30 سنة إلى هلأ ما عمل شي بلبنان علينا أنه نختار شباب علينا أنه نختار طائم جديد عن جد يؤمن بالإنسانية والمواطنية قبل ما أنه يؤمن بحزبه وبيعلمه وبقضايا اللي هاي دي عن جد ما بتمت بيصيلها لأي لبناني بيحب لبنان دليدا معيك بدنا نتشكرك على مشاركتك بحلقتنا للليلة وعلى هالصرخة يعني إن شاء الله تكون عم توصل الأشخاص المعنيين على أمل إذا بديك هكي بعد آخر دعوات يلي بعد حمين فيها هل قد أمل للتغيير والتحسين خاصة أنتوا بره وعايشين وعم بتشوفوا قد الوضع اللي عايشين فيه الناس هو للأسف أحسن بكتير من الوضع اللي نحن عايشين فيه بس عم نلاحظ من وراء كل الأشخاص يلي عم نتواصل معهم يلي بيكونوا البنانية وعايشين بره أنه عن جد الغصة نفسها والوجع نفسه بغض النظر إذا هنا بره يمكن وظروفهم يمكن شوي أحسن من ظروف الأشخاص اللي عايشين هون أهلا وصلا فيك مرة تانية وإن شاء الله منلتقى ونرجع بيزروف أحسن بحلقة مقبلة أتجار أنت يمكن شوي عم بتكون عطول بتواصل مع أشخاص عم بيكونوا بدون يهاجروا وعم بيكونوا بدون يفلوا أدي الأشخاص يا لي عم بيفلوا عم بيكونوا مرتحين أكتر ولا لأ يمكن الغصة نفسها متل ما شفنا مع دليدة لا أنا بحب وضح شغلي هو هروب ومنه هجرة في فرق بين أنت يكون عندك هدف رايح لأله وفي فرق بين أنت مجبر على هذا الشيء اللي عم بيصير أكترية اللي عم بيجو عادة كنا إذا نرجع عشر سنين لورا وكنا نسمع واحد بدو يسافر عنده هدف رايح بدو يتعلم رايح بدو يعمل مستقبل حاسس أنه له دور أكتر برا اليوم اللي عم بيروح اسأل مين ما بدك نزل بشارع شو بدك تسافر بلاك إيه شو السبب الأساسي عم بيقول شو السبب هون اللي فينا نحكي فيه مع اللي مع واللي ضد دايما نسأل نحنا وطب يجي لعنا حدا تيقول لأنه أنا بدي سافر لسي على بلد على كندا ولا على أستراليا ولا هايك نسأله شو الهدف ليش بسأله شو الهدف لأنه في ناس جاي ما فيه هدف بس بدي أطلع طلعني على البحر يعني 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 ما بقى فيه سبب لالبقاء ما بقى فيه سبب لالبقاء بس بس بباء لكن ليش منسأله شو الهدف شو الهدف لأنه في ناس كل بلد إلى دور يعني اليوم إذا بتقولي أنا بدي روح على مثلا فرنسا وتقول أنا بدي روح على فرنسا لأنه هدف تبعي مثلا أو بدي روح على بريطانيا الهدف تبعي أنه بدي أشتغل وقامل مصاري وإنتج أنا تعلمت وخلص نحن نوجه هذا مش بلد هلأ بلوقت الحاضر أنك تعمل فيه مصاري إذا هدفك أنك تعمل مستقبل يمكن بوجهك على كندا أكتر أو بوجهك على أمريكا أكتر فحسب الغاية اللي طالع فيها الشخص هاي دي بارت البارت الأهم بظن اللي أنا حابب أحكي فيه كتير وهو الاخسارة اللي فوق الاخسارة اللي هني فاكرين اللبناني أنه كل شخص بيحق له يهاجر وكل شخص فيه ينتقل من محل لمحل ساعة اللي بده وكيف ما بده وأنه هونيك رايح يشوف الجنة هيك نطرته ومثل ما نحنا قابل وهجرنا من عشرين سنة أجوا قالوا لنا أول ما بتنزل من درجة تيارة هتلاقي المصاري على الأرض تلمى شو الواقع؟ الواقع مش هيك الواقع مش هيك أبدا أول شي مين بيحق له ومين ما بيحق له وقبل ما أوصل له هيد إذا تسمح لي شوي أكيد مين هين الناس المخوالين تسألن إذا بيحق لك ولا لأ لأنه هي عملية نصب فوق نصب ثاني لأني عم نحكي بلش من حالنا يعني المكاتب اللي متلنا اللي بتشتغل هيدا أول شي ما في شي مكتب بلبنان أبدا اسمه مكتب مرخص للهجرة هذا مسمى وش موجود أعرف تلكي أبدا المكاتب اللي موجودة بلبنان من نوجر هو مكتب ليش نحنا أحسن من غيرنا أو اللي متلنا أحسن من غير اللي هني عندهم سجل تجاري عندهم موقع بلبنان عندهم مكتب عندهم خبرة بمجالة تخليص معاملات الهجرة تخليص معاملات الهجرة يعني عندك مكتب يعني تقول أنه أنا طلبت منك مبلغ مقابل هالخدمة اللي عم بعمل لك إياها إذا سرقتك وإذا دحكت لك أنا عندي سجل تجاري تقدر تحسبني فيه أو عندي لوكيشن فيك تروح عليها تسأل أنه هذا الشخص عامل ماي واحد اثنين ثلاثة هذا هو بس الترخيص اللي نحنا فينا نحكي فيه أما أنا ما عندي الترخيص ولا غيري عنده الترخيص أنه هو خبير هجرة أو هو عنده بيمثل السفارة أو هو السفارة بيقدر يحكي عنه أو هاتفاصيل كيف نشتغل نحنا المرخصين هني المكاتب الموجودة بالبلدان اللي أنت بدأ تروح عليها نحنا نحنا وسيط نحنا اللي بيصير أنه المكتب بكندا أو المكتب باستراليا أو المكتب بيوكي أو بفرنسا هو بيكون مرخص فيه ترخيص خاصة بهذه المواضيع مرخص عنده الأوانين دائما كل شيء عم بيصير شو بيحق لك شو ما بيحق لك نحنا منتعاطى معه منسمي في عنا أشخاص اسمه مستشارين مستشارين بناءا للخبرة مش للشهادات ولا للترخيص بناءا لخبرة المكتب الموجود بالبلد الأم اللي هو مرخص خبير ناخد هاي دي ننقل يعني وسيطه ننقل الكيس نعمل نقعد مع الكلاينت خلنا نقول الكلاينت نقعد معه ناخد الكيس تبعيته ومننا بننقل للمكتب المختص طيب يعطينا كل التفاصيل إذا بيحق له هذا الشخص ولا لا رح نرجع لك بهذا الموضوع كامانا بالتفاصيل بدأ نقول لعند ليا ليا أنت ضد الهجرة بالمرة هون برغم كل شيء عم بيصير بعدك مقتنع بقراريك وبعدك مصرة أنك تطليك شو السبب الأساسي؟ أول شغلة لبنان البلد اللي خلقت فيه اللي ربيت فيه اللي تعلمت فيه لبنان البلد اللي حمل كل ذكرياتي من أنا وصغيرة هون عندي أهلي عندي أصحابي عندي عائلتي فصعب كثير علي ترك كل هول وراي وروح على بلد عيش فيه لحالي ما في حدا نعيش بالغربة هني بيعتبروني غريبة وأنا بيعتبر حالي غريبة ويمكن هيدا البلد اللي بدأ يروح على ما يقدر يحقق لطموحاتي أو يقدر يعطيني الفرص اللي أنا رايحة كرمي لها هون قدرت حقق هون هون يعني على القليلة إذا ما قدرت حققهم بيكون حوالي عائلتي وأصحابي وستب باي ستب بس يمشي الحال منه بالبلد شوي شوي بيرجع بيمشي الحال تاني شغلة مزبوطة نحن هلأ نقطع بفترة كتير صعبة والأزمة على الكل ومأثر علينا كلنا بس رغم كل شي عم بيصير ما بيطلعوا نقطعوا ببحر بياللي قطعوا فيه جدودنا وأهلينا قبل هون بحب أرجع شوي لورا بالتاريخ بالألف وتسامية واربعتاش صار في مجاعة بلبنان لتر لي مجاعة مش متل اللي عم نعيشه هلأ في ناس ماتوا من الجوع تلت سكان جبل لبنان ماتوا من الجوع بس بوقت الشعب انه ناضل وضحى وبقى وظل متمسك بأرضه مقتنع انه هيدا أرضه ولو ما عامل هيك ما كانوا حققوا دولة لبنان الكبير بالألف وتسعمية وعشرين اللي هلأ انت كنت عم تقولها بالمؤذمة ولي بعدنا عم نحتفل بانتصار على هلأ لهيدا الانجاز التاريخي اللي قدرنا نرسمه في حدود لبنان عشر تالاف أربعمية واثنين واثنين مستعدة ترجع تعيش ظروف هلأ صعبة تحت تضليك هلأ نحن عم نحن ما في شك انه عم نعيش بظروف صعبة بس بوقت اللي هنه عيشون نحن ما رح نقدر نعيشه هلأ لأنه الوسائل اللي قدامنا هلأ المتاحة قدامنا أهيا بكتير وأوسع بكتير باللي هنه كان عندهم نحن هلأ دغري فينا نوصي لصوتنا أنا هلأ دغري فيه صور فيديو وانشره على سوشال ميديا وميديا بيوصل للعالم كله بوقتها ما كان فيه هيدا الشي والثالت شغلة بحب أحكي فيها أنه ما فينا ننسى الفساد والأهمال وضحايا أهمال دولتنا من أصغر الأمور الأكبر الأمور مثل انفجار المرفأ هذا الانفجار يلي روح لكبير والصغير من الطفلة أليكسندرا لضحايا وشهد فوج الأطفاء هن كنوا يحلموا ببلد يعيشوا فيه بكرامة ببلد حلو بلبنان جديد فإذا نحنا فلينا ما بقينا هون مين بدوا يحقلهم هالحلم مين بدوا يحقلهم العدالة لقلهم لأهليهم يعني إذا نحنا فلينا ما رح يكون في شي بهم رح تحس كأنه بيروح حذر كل هالتطحية يلي صارت رح أرجعليك ليا فانسا أنت هلأ بالترمينال صح والتقديم طبعك قريب صح مش بتحس معقول تكوني عم تستعجلي إذا أررت تفلي من هلأ وبعد ما اختبرت سوء العمل بعد ما اختبرت يمكن الفرسي اللي رح تجيكي بلبنان ولا خلاص مقتنع مية بالمية بيكتفلي أوكي أول شي بدوا أقوله أنه ليا مع حق بكل كلمة قلت أنا كنت فكر مثله ولي بيعرفني بيعرف أنه كنت قول أنه مستحيل فلي برا أنه كنت قول إذا نحنا فلينا هالجيل أنه مين بد يبقى وعقلي أساس بدو يبنا البلد مثال يعني أنه مثل ما بتعرف ما في مثل ما بتعرف أنه البلد ما بيقوم علي عمرهم 50 و 60 سنة نحنا عصب الحياة بكل دولة وإذا هلأ بتسأل حالة شاب حالة تلميس حالة طالب لبناني شو حلمت بيقلك أنه اشتغل وقسس حالي برا هيك بلا شي يعني نحنا جبرون على هالشي ما في حال يعني غصمنا عنها بنعمل هالشي ما حدا بيكره بلده مني وجر عم بحكي مني وجر يعني إذا فليت رح تكوني رح تفلي غصب أكيد وبرأيك رح نرجع أكيد سمكة ما بتضل برات الماء أكيد كل العالم هترجع مش بس أنا يعني بمحل معين أرأي كون مننا كتير متضاربة لأنه الجوهر نفسه بس يمكن ليا أنت مقرر تتعامل مع الوضع بشوية تضحية فانسة بتقولي لا أنا في عندي هول كم سنة ما بدي ضيعهم بدي كون كمان عم ضحي لأنه أنا بكون عم أسس مستقبله وأسس مستقبل أهلي كمان بالمستقبل إدجار قديم عم بتشوف إكزامبلز مثل ليو وفانسة صراحة أنا سمعت الرأيين إكزامبلز أد ما بدك وفيك تلمس من الجيل الموجود صراحة ما بقى عارف شو ياخد قرار ما بقى عارف صار بده كتير نصيحة يعني بده كتير ناس بقى نرجع لإنسانيتنا يعني شيء اللي كانت عم تحكي أهم شيء الإنسانية نرجع نفكر بإنسانية نشيل موضوع البزنس شوية على جنب لأنه ما فينا نترك تفكير الناس اللي عقال عندنا الحمد لله بطلوا عقال بدنا نحن نعتمد على بعضنا معها ومعها وما معها وما معها ما في صح وغلط ما في صح وغلط في هذا الموضوع أبدا كل واحد حسب الكيس طبيعيته حسب الوجع اللي عايشه اليوم بتقول ما بدي سفر بدي ضحي بس لمن عبكرة بيجي بنعرض علي الفيزا أو بنعرض علي الراتب الكثير مرتب وهاك كمان هي تضحي مش عمبول بيكون شي ما نومنيه ليش لأنه التضحي هي بتكون محل محل فيك تساعد محل فيك تنتج فيه طيب إذا أنا موجود هون بدي ضحي كرمال أهلي وما أنا قادر أعمل لهم شي أيا تضحي هيدي أني أنا موجود كيف إذا أمي الكبيرة بالسن قلت لي أنا بدي فوت على المستشفى وأنا مش قادر دخلها أيا تضحي مش تضحي بقى التضحي هيوي أنك تضحي بنفسك راي على المجهول كذا مش عم بشجع على هجرة أبدا بس هي تضحي بنفس الوقت أنه أحضر يبقى نحن نقول الشي اللي بدي إيه الوحيد أنا حكيت كثير عن المسؤولين أنا أتمنى كلنا نحكي نطلب شغلة واحدة منهم الاستثمار الوحيد الوحيد اللي بالحياة الناجح هو استثمار تعليم اللبناني نحن ما عنا شي نصدره للعالم لابنا نحكي منتجات شفناها بره ولا شي كلهم هو شو بمسله كم مليار ولا شي نحن تصدير للعالم هي العقول بس برأيك الواقع الطلبة واللي عنا عم بيتناسب مع هيدا الشي والواقع أبدا بس أنا بدي أخذ عاطل جدا لو بتسمح لي أخذ النص المليان نص المليان بيقول ما كنا عايشين نحن الوضع الصح نحنا كنا بدنا نعمل مثل ما زعمائنا عم بيعملوا بدنا نركب السيارة جديدة مثله بدنا نتعلم مثل ما ابنه بيتعلم بدنا نعاد محلما الفيلة حقنا نطمع حدنا كل شي بس ورحنا بهي دي لو ما نبيع شقفة أرض تنشتري سيارة أو لو ما نبيع ما عارف إيش تنهاجه نروح نهيش بفرانس ولا بأسراليا ولا كذا لو بتجوز أي شاب مجرد أنه هو أستراليا والعكس تمام لو بتجوز أي بنت مجرد لأنها كندية تمشين تفل واركد من البلد وروح هيك مش هون العدف الرئيسي ما بقى فينا نرجع للأول اللي بدو يستير هي نحنا الله يخلي لنا أماتنا وماتكم هالتربية المدنية بطلت موجودة بدنا نوصل لمحل نقدر نقول بقى رجع اللبناني يصدر عقول هذا العقل يطلع لبرة ينتج يرد لجوه ما في عنا شيء تاني أبدا مثل كل شخص مساري فيه بالبلد شغل فيه بالبلد كنا نحكي فيها من شوي بس بعدنا في عنا دلع بعدنا مش حسين بل نحنا فيه أنا جيت من هناك بيقول لك مسكرة الدنيا مش مسكرة بتحب ما بدنا نسمي أسامة فرجيك النايتات فرجيك المطايم أي بلد نحنا منحكي عم نحكي عم ننهار أي انهيار ما فينا ننكر أنه فيه إذا بدك تناقض كتير كبير بين اللي مش قادر يأكل وبين اللي عم بيناسب لأنه صار فيه طبقتين طبقتين يعني طبقة الوسطة تختفت بالمرة تختفت بالمرة والطبقة ما فقيرة طبقة المعدومة هكي هذه اللي الله يعينا بس اليوم خلاني خدها بطريقة تانية وكتير مهمة أنا بقول البلد رايح للأحسن بس إذا حكامنا بيتغيره بيوم الليلي تجار بدي أرجع أسألك عن العليقات طبعا مع الدول بس قبل بدي أسألك فانسا أي إذا بيكتفكر التهاجري أي بلد تختاري قبل بدي أقول شغل مثل ما كان عم بقول مسؤال جار أنا يمكن في لبرة ما أتوفق أنا ما أخلقت بتتم مرأة ده يمكن روح ما أتوفق ارجع بس أنه بره على قليلة فيه أمل أسس حالي وأسس مستقملة بخصوص سؤالك كفرنسا لأنه على قليلة فيه احترام للإنسان فيه احترام لقدوراته واحترام لطموحه فيه احترام للشهاد اللي بيكون مسكة بإيده بش ناطر حدا يوصله ولا يشغله مش متل لبنان إنه واسطة وهيك من شغل فلان لأنه ابن فلان ومن شغل فلان لأنه مدرجه أوكي وفرنسا وغير دول أكيد هي هذي بتتطبق للأسف وينما كان وعنا شوي بعض عنا اللي بتخافي إذا قررت تضلك هون تندمي تقولي أنا كان في فرص طيارت من إيدي أو في فرص كان فيه أخذها وتقدم وطلع مصاري بس لقى اخترت أنه ضلني هون وضحيت تجعل تقولي إنه شنفع بتضحية أنا جتني الفرصة كذا مرة إنه سافر ومع شغل برا وأنا رفضت لأن أنا بالنسبة لقلي مستقبلة مش الشغل يلي بدي أشتغله أو الوظيفة اللي بدأت توظفها أنا مستقبلة هو لبنان بدي بلد بني كرميل بعدين أولاد 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 فأنا هذا بالنسبة لقلي مستقبلة وأنا هون بس حابة تدوي على موضوع إنه ما تفكروا إنه العالم اللي عم بتسافر عيش لعفية أن روز برا العيش كتير صعبة يعني وخصوصا هلأ أهليهم للتلميذ اللي عم بتسافروا يدرسوا برا ويكفوا حياتهم برا مصرياتهم علقانين بالبنك ما عم بيقدروا يبعطولهم مصاري فهذا الشاب أو الصبي عم يضطر يشتغل حالة وظيفة كرميل يأمن حاله برا ويأمن معيشته بالوقت إذا كان باللبنان هيدا الوظيفة اللي عم بيشتغلها برا ما بيشتغلها باللبنان فكمان وأكيد مثل كل بلدان العالم بالبلد برا أكيد في أولوية لمواطنين برا قبل ما يوصفوا اللبناني يعني هنو مش شايفين ومش مسدقين يعني خاصة هلأ يمكن إتجارهم كمان فيك تقلق ما عم يستفيدون من الواقع الواقع أنا شايفه إذا بتغير الحكام واع ممتاز جدا بس قبل ما ننتقل لقصة تغير الحكام أدي العالم أو أدي البلدان عم يستفيدون من الواقع اللي نحن فيه لحتى المعاشات تتقل وحتى العالم اللبناني سرعا بروحوا بأفرز كتير واطين يعني الأفر يلي كان قبل بخمسة وستة لاف دولار هلأ الشخص بيروح بيقول له أنت أرس دولار لأنه هلأت بتوازي عندك بتساوي عندك على اللبناني بس اسمح لي أن أحكي بالنصف المليان هذا على سؤالك على سؤالك يأثرت كتير لبناني ما بقى سوري تسعيرته هك كانت بالجنسيات وتتقول لبناني يختلف اللفل بالسالرز مية بالمية وكل هالتفاصيل هذه مبنى نحكي فيها بس لا دائما لأنه نحن خلوقين خلنا نفكر فيها بهالطريقة ليش تتطلع طب أنا بجي لعندك الدنيا مفتحت الترانسفورميشن طبع البزنس اللي نحن بنشغل فيه كل المجالات الديجتل غيرت الدنيا كلها سوى يعني اللي عم بقوله يوم اللي كريا خلنا نأخذ على بارت من المصالح أو من الاختصاصات لتسي كرياتيب دياريكتور أو مصمم جرافيك ديزاينر كان طيطلع مثلا على بلاد العربية معروف بداياته طيطلع عادة ألف وخمسمية دولار ألفين دولار وبيطلع له المناء وبيفضل له هالمبلغ الممتاز هذا طلع جديد اليوم عم نجي نقل لك غير هك عم بيجي لك خليك باللبنان كرياتيب كان بي أونلاين ببعث لك أنا التصميم أنت بتصامنه بلاد العربية كلها مفتوحة على هذا المجال ويبعث لك صمم لي وخلص لي هذا التصميم وخذ راتب ألفين دولار بالشهر ألفين دولار اليوم عم تدخل على البلد عم بتفيد البلد كدولار لأنه نحن بحاجة لدولار هلأ خلينا دائما نأخذ نصف المليون الأجنبة أو البلد الأجنبة مما كان كان الخليج ولا أستراليا عم بيستفيد لأنه إذا بدو يطلعك ستكلف أكتر ستكلف أكتر وسكنك وإقامتك وكل هالتفاصيل هو مستفيد أنت مستفيد وبعدك عيش ببلدك موجودين هالفرص يعني يمكن هي أنصب أنصب وضوت أكتر لأن اليوم أنا إذا على أي مجال اللي كان أنا بيخد صوري لأنه أنا بيبورت الأجنسيز يعني اليوم أنا جيت على لبنان تأخلق مكتب سميته سابورت للمكتب اللي نحن بنشغل فيه بالخليج بدنا عشرين شخص كلهم كرياتف ما في رواتب أقال من الفين وخمسمائة دولار الفين وخمسمائة دولار اليوم تعطيها فريش ماني للبناني كتير مهمة طبيعة حياته أنا أقول لك لماذا كتير مهمة لأنه خلني أحكي لأنه أنا جاي من بره أنا اليوم صلي أسبوعين وصل من بره خمسمائة دولار بعد ما صرفت خمسمائة دولار بعد ما صرفت خدها من هالباب مين والبيت اللبناني اللي ما عنده حدا بره بس قدرين كل الطلاب يخرجوا يأمنوا أشغال لقلهم بره أنا ما كنت أنا سوري بس بارتي صغيرة أنا كنت أبعث لا كنت مثل كل الناس كان نبعث لقلنا مبلغ معين خلق صرت تبعت وتلتزم صرت تبعت زيادة عن المبلغ اللي تبعته ويعمل نتائج كثيرة بس كل باد برأيك عنده حدا بره مينين بالمئة من اللبناني عنده حدا بره إذا ما عنده حدا بره أنا صار فيني أعطيك حتى أو أعطي أي شخص اللي كان حتى لو ما بيقربني ليش لأنه ما بقى تأثر علي يعني سعر الميت دولار شو بتأثر على شخص عم يشتغل بره لو عطى جاره حتى يعني عائلته وجاره مئة دولار صارت كتير يعني صارت هي مناسبة للأشخاص بس أنت كمان الأشخاص يلي ما عنده حدا بره ويلي ما عنده مساعدة بمحل مئة بالمئة طيب هول بارت خلاني نقول لني عشرين بالمئة ولا أربعين بالمئة بس عم نقول للدولة أو لبعضنا نحنا أنه فاينتوا للأربعين بالمئة بس وما خليتوا شي يا أخي فاين تركوا شغلتان شغلة بس أعطوه مساري على ما بدنا نعطي إياه مصريات لحدا مشان اللي بيطلع مصريات وليو بدي يشتري فيلا وبيدي يشتري سيارة ما تعطوهن إن شاء الله عمرنا ما نأخذ مصاري بهذا الموضوع أعطونا بس المصاري اللي نقدر نعطي أولادنا يكفو على المن بس ونتحكم هؤ كيف علاقتنا مع الدول اللي بره أي دول بعدنا تستقبلنا مع الشعب اللبناني ممتاز كل الدول فينا نقول كل الدول بالعكس صار في حرقة كيف يساعدك صار في حرقة كيف يساعدك كل البلدان بس مشكلتنا بكل شي مشكلتنا خلقنا مشكلتنا هون ناس اللي بيحكم مشكلتنا يعني بيجي بيساعدك بيطلع واحد بيحكي كلمة مثل اللي صارت من فترة ما بدنا نفوت بالسياسة بيخرب بيت مليون مش اللي جو يعني اللي حقيننا لبره يعني يعني مشكلتنا الدول مش مع الشعب أبدا 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 وأما غير هيك بالشخصي أنا راحت أستراليا راحت كندا عايش بالخليج بعدك كشخص كلبناني أنت مقدر كتير بس أمتين فجأة اللي هو صاحبك وصديقك وكل يوم بتشوفه وكل الناس بتحكي همتين تقلب لهم بيطلع واحد ما بعرف شو بدي سميه ما بني أحكي كلمات نابية يعني بيحكي كلمة بيأسر على البشر كلها سوا بصير بدي طلع فيك أنه يا خيم أنا أنا معك وأنا عم ساعدك وأنا بدي تستفاد وأنا أنت قاعد بلدي هذا كيف يحكي خيم ما بمثلني ياريت بس أني يطلع يقولوا أنه ما بيمثلون ما بدنا منهم شي نتبرى منهم نتبرى منهم غير هيك العلاقات مع السفرات اللبنانية كلها بس أنا ما بشجع على الهجرة رغم أنه عندي مكتبة أنا بشجع على فيزا واحدة من ليستة الفياز التي عندي إياها لما في في استثمارات في طلع يحد مستثمر في طلع الفنيين هلأ يعني بشجع حي الله يرجع هالمصار كلها سدقني أنا لا أشجع علي أنا أشجع على فيزا واحدة التي تطلع يتعلم يتعلم عنده طموح الدول التي تنظر له نظرة غير و سيكتسب شي نحن بحاجة لأله عن الفيوتر عرفت عليه كيف وهذا سيرجع هذا سيرجع كيف لأنه عاش هذا الأسى عنده أهله هون طلع لبرا شايف قصة أهله كمان سيبيعوا شقفة قرطة يتعلم ويكفي هدول هذا سيدل معلق بهذا البلا أما الثانيين بهالمرحلة أي شخص تثبت معه وانتبه عذاوت أنه 80% من اللبنانين لا يستطيعون سافر لا يستطيعون يأخذوا ولا فيزا هجرة إلا ما تقل القصص البرات الطبيعة يعني تجوز واحدة أجنبية سافر أو تجوز واحد هي أجنبية تجوز لحد اللبنانين هو حالات استثنائية استثنائية أما واحد يجي يطلع إذا بعددلك الشروط المطلوبة حدث ولا حرج وهون بدنا نفوت الموضوع التنصيب لحرام اللبناني فوق ما نؤكلها مكاتب وهمية تجي كل يوم بتدفع مساري على شيء أنت ملح تفسر نرجعوا لموضوع التنصيب لحتي يأخذ حقه فانسة أسألك أهلك ضحوا تحت كبروكن وربوكن لا تفكر أنت تضحي وتبقي هنا كمان كرمال يمكن بكرة العائلة التي تتعامل وكرمال تكون أحد أهلك أول شيء أقول مرسي لأهلي وثاني شيء أنا سبع وقالت لك كل اللي ولي رح يفل أكيد رح يرجع لأنه بنهاية هيدا بلدنا وكمان قلت لك أنه السمكة ما بتضع لبرات الماء أكيد الكل رح يرجع بس سير في عنا سلطة السياسية هم الشعب مش بس مصلحة والجيوبة وكمان أنا برا كمان قلت لك أنه كلمان أستيصحالي وكمان أمن مستقبل أهلي كمان بالمستقبل إذا أنا بقيت هنا نفترض لقيت شغل هم بحكي إنجان اللي مش مثل معلم السائد قال إنه ماكسما ماكسما معاشا حيكون ثلاثة مليون هال ماكسما هلأ شو بتعمل اللي هلأ بتشتري للسيارة بتشتري للتياب مش للتياب إنه إشية الأساسية ما بتعمل شي ليا شو رأيك بالله أنا أنا برأيي إنه أكيد هلأ نحن عم نقطع بفترة صعبة ما حدا في ينكر هالشي بس إنه كل المطلوب مننا أنه نصمط شوى نطويل بيننا شوى نصبر شوى لأنه قرب الفرج يعني وإذا نحنا ما بقينا وضحاينا وكرمين لبنان مين بده يبقى مين بده شو ريسالة بتحبت تقولي لأشخاص اللي هيك عم بيحضروك وشوي مش شخشابين يعني بعد مش أخذين القرار مثل فانسا أنه بدني يروح تحت يستثمر وبره ومش عارفين أزا بنين ضل أوكي أول شغلة بده أولا أنه لبنان مش أتال مش إذا ما عجبني الأتال بغير بروح أتال تاني لبنان هو وطني وطني هو بايت أنا إذا بايت مش عجبني بذبط أتمسك بأرضنا بجزورنا لأن نحن القوة التغيير بالبلد إذا نحن فلاينا من بده يغير من بده يحسن لمن بده يضل لبنان وزيادة عن نحن هون كرمال مستقبلنا ومش بس مستقبلنا مستقبل أولادنا أولاد أولاد فبس علينا أن ننطر ونصبر ونسلم البلد للحكام على طبق من فضة وأكيد نقوم بواجبنا الوطن اللي هو أنه ننتخب مش بس تجل الانتخابات نقول لا أنا ما بننتخب لا ننتخب ونعرف مين ننتخب ما بروح بننتخب يلي بده كبر زفة قدام البات أو يلي بده يضع 100 دولار بجيب لا بنتخب الشخص المناسب كرمال هو يقدر يدر للبلد بطريقة مضبوطة وأكيد آخر شغري بحب أول أنه بدنا نحن نشتغل قدمة فينا نحن كرشيل شباب كرمال نرجع لبنان اللي نحن نحلم فيه ونرجع سقفة الحياة اللي نحن نتمنيها ليس اللي يجرب ويفردوا علينا شكرا بشكل كثير مختصر بسبب دي الوقت شو فينا نحكي عن عمليات الاحتيالة اللي عم بتصير بهذا الموضوع كيف كيف تصار بالأول وهمية غير مسجلة ما لسجل تجاري ما لشي ما بعرف شو بيكون نوع البيزنس الفتحين أو ما يمكن أي نوع بيقول لك أنه أنا عندي طريقة بقدر سفرك فيها عندي بروسس معيان عندي مكتب برا بتعامل معه وبهالطريقة العالم تنغش بتجي حرام تدفع أول مبلغ ومستعد بيع بيت وفي ناس باعت سيارات كرمال مش أنت تسافر بدون ما يفهم أصلا بالأساس أنه ودايما أنا بحب أوجي هون ناس تعرف لي بيقول لك ما في شي كلمة اسم مية بالمية أنت ستسافر هي مش موجودة لو بيكون بنخالته أو بنعمه السفير أو الأنص لنفسه ما في شي مننا أبدا هاي الدول هون يكي مش دائما دولتنا بتفوت على محسوبيات أو بتطلع على محسوبيات دفع المساري ما لازم يصير أبدا من شان هيك نحن نقول في شي اسمه استشارة حتى لو كان سوري الشخص اللي قباله عم بينصب علي لكن الاستشارة أساسيات وأنه في بوينت بدك تصلى تتقدر تسافر بده يكون عندك آيلس أو ما يمثله تتقدر تسافر بده يكون عندك شهادة معينة تتقدر تسافر بده كنت عند عمر معين تسافر مش لأنك جيت وحبت تسافر أنت حتى تسافر أي حدا بياخذ منك مساري على هذا المبدأ أنت ما حتى تسافر أنت دفعت المصريات وراح عليك المصاري ينتبه منها استشارة ليست غلط يدفع هو وحلى بالوقت لحد لم يكن نأخذ الاستشارة يعني اللي تنصح للعالم أنه لا يضع مصاري أو كمية كبيرة لأنه كان هن ضامنين أنه يسافر أحيان أبدا 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 وإن أنتبه لأنه حتى المكاتب تصل إلى محل حتى المكاتب اللي مسجلي يعني بيشبه شوف نحن اللبناني دايما لدينا طريقة إذا تدفع لك 500 دولار هون زيادة بقدر أحكي لك معافلين بذبط لك ما بعرف كيف وهيدي بقدر أشري لك شهادة يروح ضربها زبطها والأيلتس أنا بعملها هون كمان تدفع لك ألف هون يطلع دفع له خمسة سبعة ألف دولار ما بعرف كل المكتب حسب يعني عفكي وهذا كله ما في شي منه ما في شي ما بقى نعيشين بالعصر الحجر نحن خلاص يعني العالم نعرف أن الاستشارة هي الحل الوحيد بهذا الوضع هي الحل الوحيد تما تفوت بالأكبر ومن هون انت صار فيك تلمس إذا مكتب مش مسجل ها أول نقطة خلنا ناخد مكتب مش مسجل ما عنده سجل ما حدا يشتغل معه ما عنده مكتب ما حدا يشتغل معه هذا المكتب ما هو مخول أنه يعطيك الفيزا هو وسيط هو وسيط مع المكاتب الأجنبية تقل لك وله بمثل السفارة ولا هاي كلامه كله كذب إذا بيقل لك بيعطيك 10% ضماني هو بس يعبي لك هالوراق بيعمل لك البروزيز وبيقل لك مثل ما الله بري إدجار تابت نشكرك على حضورك إن شاء الله يا رب هيك تكون الظروف اللي جاية بعد أحسن ومثل ما أنت عم تقول العطولة تكون يمكن نص المليان من الكبية هو الطاغة يا رب يا رب فانسا وليا موفقين بكل شيء تعملوا بحية قرار بتقرروا تاخدوه فانسا إذا فليت إن شاء الله بترجعي بأسكار وقت وليا إن شاء الله كلها التطحية اللي مستعدتها عملية عن جد يكون في إلا سيمار نشكركم على حضوركم ونحنا نلتقى بحالة جديدة